ونقف مع زاوية العصب السابع للكاتبة الشمائل النور هذه الزاوية جاءت بعنوان تخطيط استراتيجي وزارة المالية هكذا تبدأ شمائل وزارة المالية تعلن إنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي لتتولى مهام وضع الخطط الاقتصادية والسياسية والتحليل الاقتصادي وترى الكاتبة أن هذه الخطوة إن جاءت متأخرة لكن تمثل الخطوة الأولى باتجاه النهوض بالاقتصاد وإن كان ينبغي أن تسبق تشكيل الحكومة الانتقالية بمعنى أن تكون الخطط الاقتصادية جاهدة منذ قبل سقوط النظام وتذكر الكاتبة والحال في السودان مؤسسات التخطيط الاستراتيجي في العهد السابق كانت من أضعف المؤسسات وأفقرها ببساطة لأن الدولة نفسها تعمل بلا تخطيط ولا توليه أدنى اهتمام وتواصل الكاتبة لأن التخطيط رهين بوجود قاعدة بيانات واسعة فإن وكالة التخطيط الاقتصادي المعلن عنها حديثا سوف تواجه مشقة ستصطدم بعقبات كثيرة لكن تبقى الخطوة في حد ذاتها مهمة لفتح الطريق أمام التخطيط الاستراتيجي الذي ينبغي أن يكون ضمن أولويات الحكومة الانتقالية وتقدر له ميزانية قادرة على أن يصبح فعالا تخطيطا استراتيجيا وتذهب الكاتبة إلا أنه قد يكون الصحفيون والصحفيات هم الشريحة الأكثر دراية به هو أن مؤسسة الدولة تتخلو تماما من أي إحصائيات في أي ملف خالية تماما من الأرقام لدرجة فقدان الحساسية تجاه الأرقام المسؤول مثلا بسهولة يمكن أن يقول لك إنما نسبته 80% كذا وكذا ويكون حديثه هذا مجرد تنجيم لا يستند إلى أي دراسة ولا إحصائية وتقول بحسرة واللافت كذلك غياب مراكز الدراسات الاستراتيجية ومراكز دراسات تجاه الرأي العام غياب كامل وحتى بضعة المراكز التي تحمل لافتاتها صفة استراتيجية هي في الواقع غير ذلك لا أحد يذكر مركزا طرح دراسة للرأي العام واتجاهاته في قضية معينة وتزيد الجهاز المركزي للحصاء مرتبط عندنا بمعدل تضخم الشهري الراتب الذي يصدره بشكل مستمر وتشير الكاتبة إلى أن غياب التخطيط هو العامل الرئيسي في الخسارة وفقدان الموارد وإهدار الفرص ووجود خطط واضحة مبنية على إحصائيات رسمية تمثل العامل الرئيسي في جذب مشاريع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتتابع الكاتبة الفساد المستشري كان يقتل أي مشروع لكن مع ذلك فإن غياب التخطيط والعمل بدون خطط هو سبب رئيسي في فقدان الفرص والتكرار الأخطاء وتختم شمائل زاوية بالقول التخطيط الاستراتيجي ليس نزهة هو أساس نجاح أي مشروع وبدون تخطيط فإن كل جهد فيذهب هباء منثورة لكن قبل التخطيط الحاجة الآن إلى إحصائيات أرقام قاعدة بيانات على أساسها أو أساسها تبنى الخطط